في الفيديو ده احنا هنتكلم عن المفروض تسلمها بعد ما تنقش الماجستير او الدكتوراه هل هي بيبقى لها شكل معين هل لو انا ما التزمتش بالشكل ده ايه اللي بيحصل ايه الحاجة الاساسية اللي فيها ده يعني المفروض اللي يعني ايه في حاجة الاساسية مفروضة كده المفروض الاول طبعا انا بتكلم على جامعة القاهرة كلية حاسبات ان انت بتكتب اللوجو بتاع الكلية واللوجو بتاع الجامعة المفروض ان اللوجو يكون بالانجلش واللوجو ده يكون بالانجلش ولما هتيجي في النسخة العربي بتروح كاتب بتعمل اللوجو بالعربي اوكي اه ممكن بس دي تكون غلطة بحاجة بس انا اللوجو بيبقى بالعربي لو انت هتكتب بالعربي الرسالة ولو انت بالانجلش بتكتب اللوجو بالانجليسي تمام طيب فاللوجو بعد كده بتكتب اسم الرسالة بعدين اسم باي اسم الشخص اللي عملها وبعدين تكتب اسيزة ساب متة توزة اسم يعني دي عبارة عن آآ آآ دوكمنتيشن آآ آآ نبعاتها لكلية كزا جامعة كزا وليه انزبرش يعني دي اعتبر آآ واحدة من الاجراءات المطلوبة عشان ناخد درجة الدكتوراه في العلوم آآ ولو انت ماستر بتكتب آآ دي جري اوف ماستر اوف ساينز تكتب اسم الكسم هنا وبعد كده كله ده في نفس الصفحة بتكتب طبعا آآ تحت اشراف تكتب اسم المشروفين بتوعك لو انت اتنين بتكتب اتنين كلا بس لو تلاتة بتلاتة وبعد كده بتكتب اسم الكلية واسم الكلية وبعدين اسم الجامعة اي جيبت والتاريخ آآ التاريخ ده بيكون تاريخ المناقشة ولا التاريخ اللي انتبعت فيه مفيش مشكلة يعني آآ المفروض ان الدكومنتيشن بيكتب فيها تاريخ آآ قبل يوم المناقشة آآ ممكن يعني فيه فيه كزا رأي يعني ممكن التاريخ ده يكتب انت نقشت مسلا شهر عشرة واحد عشرة مسلا تكتب الدكومنتيشن آآ نص عشر على اسر انت خدتها وعدلتها او طمعتها تاني مش عارف ايه او فيه ناس ممكن تكتب الدكومنتيشن بتاريخ قبل يوم المناقشة فالتنين آآ يعني ايه لما عملنا آآ لما انا كتبت في في الماجستير تاريخ قبل يوم المناقشة ما حصلش ان الورق بتاع رجع وفي الدكتوراه لما كتبت آآ ورق بعد المناقشة ما حصلش ان ده برا رجع اوكي فا يعني التاريخ ده مش عارف الصراحة بيبقى بقى بس اعتقد قابلي يعني بيكتب ممكن تكتب التاريخ قبل يوم المناقشة على اساس ان انت يعني طبيحة ومجهزها فا مش ده رأيي يعني المهم ان انت ده اول صفحة تاني صفحة بتكتب العنوان تاني وبعدين بتكتب نفس الحاجات اللي في الاول دي تاني من اللي عمل وكلية ايه وبرشة الفولفولمنت وبتكتب تحت بقى اللجنة المحكمة اللي هي اللجنة المحكمة اللي هي لجنة الفحص اللي هي الناس اللي هيقولوا اه صحيح تستحق الماجستير او الدكتوراه ان هي تخدها يعني بيكون اللجنة دي عبارة عن المشرفين اه مش مش شرط يعني بس يعني انا ده وقت المشرفين اتنين وهم اصلا تلاتة بس بيروح حاطين مشرف اه اسمه ايه محكم داخلي ومحكم خارجي اه فبتكتب ادفايزور ادفايزور وهنا ممبر ممبر ده على حسب ما انا تذكر يعني يعني ارجو ان ايه ان يعني عادي لما ان احنا نسأل بعد الفيديو ده يعني المفروض اصلا شايفة هنا ممبر وممبر وهو ده كان محكم مشرف قصدي اه وكتب ممبر ومحدش ركع في الحاجة المهم يعني ان اه ان بتكتب اه هو اصلا بيجي لك ورقة بتقلت مين اللجنة الفحص اه يعني انا مسلا كانت تلاتة مشرفين واثنين محكمين الكتب في لجنة الفحص اتنين بس محكمين اتنين مشرفين واثنين محكمين ممكن يكون عشان ما ينفعش يبقى اكتر من كده يعني او ممكن يكون لان الاثنين اللي في الاول دول اه بروفيسور يعني المهم ان انت الكلام ده بتجيبه من من القسم بتاعك بيقولك مين لجنة الفحص بتاعتك بتعود تكتبها بتكتب اسم الدكتور اللي هو بروفيسور دكتور اه بتكتبش اسمه عطول بتكتب قبله كده وبعدين بتكتب هنا القسم اللي هو فيه والكلية والجمع القسم اللي هو فيه هنا تلاقي مثلا ده الكلية اللي هو فيه او الاكاديمية اللي هو فيه وبعدين اه مفروض بنكتب اه طبع ايه طيب اه دي برضو هنا اسم اللي ده اه يعني القسم والكلية وكما وبتسيب مكان اللي هو الامضة وبرضو بتكتب الحاجة اللي تحت دي اللي هي اسم الكلية والجامعة ويجبت والتاريخ اللي بتاعه نلاحظ طبعا ان الترقيم بيبدأ اه اول صفحة ما بيكونش فيها ترقيم اه بس هو ضبنيا بيبدأ من ال اي سمول هنا هيبقى ايه ال اي اتنين يعني شغال لاتين يعني تالت صفحة بيكون عبارة عن تيبلوف كونتين طبعا يفضل ان تيبلوف كونتين ده يكتب باللاتيكس لانه هو هيتغير بشكل كتير جدا اثناء الدوكمنتيشن تقود تكتب وتعدل وتمسح وتشيل وتحب فهتبدأ يعني ممكن يكتب في اخر اخر حاجة خلص تكتبها تيبلوف كونتينس او ان انت تكتبها باللاتيكس احسن عشان هو هيعملها بشكل اوتوماتيك يعني فبتكتب هنا الاندكس او رقم الصفحة وهنا ايه الشابتر او الموضوع المفروض لما بقى في كده بالسهم بدوس بيروح رايحلي على الحاجة دي ده لو انت عاملها باللاتيكس وهنا اسم الشابتر ودي السكاشن الجواه اسم الشابتر وسكاشن الجواه شابتر 1 2 3 وهنا سكشن 1.2 1.2 1.3 على اسم شابتر 1 ودي برضو 2.1 2.2 2.3 على اساس ان ده شابتر 2 وهكذا ممكن السكشن يبقى جواه السكشن يبقى جواه سب سكشن عادي بتقعب بقى تكتب كل حاجة عندك في الدوكومنتيشن المفروض طبعا متفقين ان في شوية في شابتر زي كده اساسية اللي هو الانتروداكشن الكونكولوجن الريفرانسيز الريلاتد ووركس بروبوس سيستم طبعا هو بالنسبة للدوكومنتيشن دي هو كان فيه اقت 3 بروبوس سيستم اللي هو مثلا الـ EGPSD Emotion Recognition System مش عارف ايش سيستم الفيوجن فالتلاتة فانا عاملة 3 شابترز يعني كده كده انا اكتر انا اكتر بتلاتة شابترز برو سيستم الشابتر واحد وبتحاول تكتب فيه في بعد الانتروداكشن كده يعني هنا مثلا اول شابتر ده انتروداكشن اللي احنا بنتكلم على الايه ومعلومات اساسية عن الموضوع وليه عملناه والمين اللي استفادنا من الحاجات دي اللي هو الحاجات اللي وجهتنا والصعوبات اللي اتقابلنا فيه تطبيق السيستم والاوتلاين اللي احنا قلنا عليه اللي هو منقول شابتر تو هيتكلم على ايه شابتر سيلي هيتكلم عليه ممكن يبقى يظهر فيه اثناء الفيديو المهم يعني ان انت بتعمل شابتر اسم انتروداكشن وبعد كده ممكن تبني انتروداكشن تانية فيها بقى ايه الاساسيات بتاعت الموضوع نفسه لو انت بتكلم عن حاجة اسمها EEG فبطول ايه هي EEG وايه انواحها والسيجنالز وازاي الناس شغالة عليها وداتاست الكتيرة يعني تقعد تتكلم عن كذا ولو انت بتكلم عن الفيديو ممكن تعمل الانتروداكشن عليها بعرف ازاي ان فيه اللي بتعبر عن الاموشن وهكذا والناس والطرق الموجودة حالية لاستخدام الفيديو الوبجيكشن تيكنيكس يلي الفيس فانت ممكن تعمل اكتر من الانتروداكشن شاكتر اوكي على اساس ان انت موضع كتير ممكن تعملنا دي باللرنج تيكنيكس ده شاكتر برضو هتلاقي كتابنا اتكلمنا على CNN وال3DCN والمفروض اتكلمنا على RNN وتكلمنا عن الفريموركس الاساسية اللي موجودة وهكذا ودي برضو يعني اتمنى طبعا جديد تبقى واضحة التولي في كنتينس بكتب تالت صفحة بتكتب في كل الشابترز الموجودة الشابترز الاساسية عندنا انتروداكشن ريس الوركس بربوس سيستيم وكونكلوجين الانتروداكشن ممكن تعمل اكتر من introduction chapter بس طبعا تغير العنوان انت بتعمل introduction to facial exhibition introduction to e-g signals وبعد كده بربوس سيستيم لو عمل اكتر من شغل شغل كتير بتعمل vision based emotion recognition system ممكن تعمل اكتر من بربوس سيستيم شابتر وبعد كده بتتكلم عن conclusion with future works وبعد كده في حاجة اسمها appendix ممكن تضيف appendix او ما تضيفش لو انت مثلا شغال في في مجال machine learning بتتكلم على ده تسيب بتاعتك وتفاصيلها اللينك بتاحها صور ليها بتترجم ازاي هل في بريبوس سيستيم حصل عليها ولا لأ اي تفصيلة خاصة بيها وهنا برضو ممكن تتكلم على evaluation matrix لو انت شغال في machine learning بتبطر تقول ان الا accuracy بتاعتي 90% فيعني ايه accuracy اصلا بتبطر تعمل evaluation matrix بتشرحها او بتقول equation بتاعتهم في الاخر خاص بيكتب địمج لبيبليكيشن بتاعتك اللي هو اللي انت بنشرتها آآ آآ التالت حاجة او الحاجة اللي بعد طوله في content اسمه list of figures بتكتب كل figures اللي انت ازهر figures اللي هي images يعني اللي موجود عندك في documentation تبقى 1.1 1 تلغت لما تيجي مسلا تلاقي ان شابطر two مسلا ما كانش في figures بتقول 3.1 3.2 هكذا بتكتب الفيجر بيروح وده لايه البيتش بتاعته او المكان بتاعه الليستو بفكرة اذا برحتك خلص ممكن ياخد وقت يعني واخدنا ثلاث صفحات اهو اربع صفحات اوكي ده واحد نين ثلاثة اربعة لان هو مش جوه شابتر ده جوه اندكس ابندكس فبتكتبه واحد كذا يعني السور اللي موجودة جوه الابندكس بما ان الابندكس مش شابتر فمشي ينفع اقول حداشر بوينت واحد حداشر لا بقول واحد نينتا تبقى الليست of tables لو عندك اي tables جداول يعني بتبدأ برضو تعملها بنفس الطريقة ثلاثة بوينت واحد خمسة بوينت واحد عكا بتعمل حاجة اسمه abbreviations اللي هي الاختصارات AF اللي average filter مثلا ck coinconed data set cnn convolutional network بتكتب هنا الحاجة اللي هي abbreviations بالcapital وهنا بالتفصيل الحاجة بتاعتها بس اول حرف بيكون capital convolutional neural network common special better اوكي دي ال abbreviations بتعمل كل ال abbreviations اللي موجودة عندك في documentation فكذا تكتب هنا ال abstract طبعا هو link الحاجات دي كلها موجودة في description يعني لو انت عايز documentation دي نفسها عايز تمشي على نفس ال structure عايز تاخد اي text منها براحتك يعني بس اللي هو ان ده ده الدنيا ان انت ال abstract بتوع تتكلم في مشكلة اسمها كذا وناس كتير حلتها بطريقة كاس احنا بقى نحلها بطريقة كذا كذا وكذا تطلع نتاية كاس اي 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 وبعدنا على فكرة عندنا الطريقة تانية ممكن نستخدمها والنتاية دي طلعت نتاية كاس والطريقة التالتة نستخدمها تطلع نتاية كاس اي يعني ده ده احنا بنعمل اطلع نتاية كويسة ليه علشان كذا وكذا يعني بتوع بقى تعمل زي analysis في ال abstract تمام ال acknowledgement بتبدأ بقى تقول انا عايزة اشكر مين اشتغل معايا وعايزة اشكر مين استفدت منه وعايزة اشكر مين وقف جنبي وطبعا يعني بتشكر اي حد هل في فرمات ال acknowledgement مشرط بس دايما ال acknowledgement دي بتبقى كلمة موجودة في النص وال abstract برضو بتكون كلمة موجودة في النص كده ومش في صفحة الوحدة صفحة وتحتاج الكلام على طول دي ال acknowledgement ال acknowledgement دي معناها يعني ان انا عايزة يعني في ناس معينة عايزة ارفير لها ان هي لها دور في تكملة شكل الرسالة بالوضع الحالي ال admission ده زي اعتراف كده او اقرار بتكر ان الشغلة ده انت اللي عامله بنفسك وان ما فيش شغلة زيه حصل وكده يعني ببتقول اي اسم الشخص اللي عمل declare that this is titled كزا مش عارفة ايه زورك present in it are my own and I confirm that يعني الشغلة ده بتاعي وانا بكونفيرم بأكد ان واحدين ثلاثة الحاجات طبعا مرسابة ممكن تغيرها على حسب انت شغال في ايه وبعدين تكتب تعمل الامضة student name signature واسمك وتكتب بقى الامضة بتاعتك بيكون بالقلم بقلمك بخطي ايدك يعني هنا في الحتة دي بتكتبها بعد ما بتطبع يعني يعني معناه انت اللي عامل الشغل ده وانت عامله بهدف الدكتوراه وما حدش عامله قبل كده ومخطوش من حد والحاجات دي تبدأ بقى تعمل chapter one introduction وتبدأ بقى النصيحة بس اللي دايما بنلاقيها ان انت لما تبدأ chapter لازم تكتب كلامي الاول وبعدين تتكلم تبدأ section one ما تقولش chapter one اسمه introduction وتبدأ section one على طول لا بتقول chapter ده تتكلم عن ايه تولزيز chapter introduce هذا الشبتر بيقدم مشارحة مبسطة عن اللحاجات الاساسية عن السيستم المطروح ومش عارفة كذا 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 وهنتكلم فيه عن motivation والchallenges والapplications فأي شبتر لازم تكتب فيه سطرين ثلاثة كده عن الشبتر بتكلم عن ايه لا تفترض ان الشخص فاهم يعني introduction ولا تفترض ان هو عارف ايه basic items اللي تتشرح كده بعدين بقى بتتكلم عن background اللي هي يعني في ايه المشكلة او ايه الموضوع وبعد كده بتبدأ بتتكلم على يعني لو فيه اضافة عايز تضيفه يعني حس ان الموضوع ما تشارحش في section واحد ممكن تضيف section تاني عادي بعدين بتتكلم بقى انت لها تعمل حاجة دي وايه الحاجة بالضبط انت هتعملها اه لو هتعملها هتعملها الكل اه ولو حابب توضح الدنيا بشكل figure بيبقى احسن اوكي اه الابليكيشن 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 بتاعك ده من اللي هيستخدمه اه ومن اللي هيستفاد منه يعني فهنا قلنا مثلا نصدمه في الاتي ام security اه يعني لو عرفنا الاموشن اموشن دي مشاعر لو عرفنا مشاعر الشخص اللي وقف قدام الاتي ام ده ممكن يساعد في security ان هو لو الشخص مش بيدي الاموشن المتعرف عليها من ان هو راضي او ان هو مش مش مضغوط او مش تحت التهديد يبدأ الحاجات تطلع عندي اوكي اه وهكذا تده بقى تقول اي كل الايه كل ال اه اسمها ايه يعني واحدة اربعة يعني كتبتهم خمس حاجات مثلا بس عملت صورة بحث عادي يعني بعد كده المشاكل اللي هتوقع يعني هتوقعك المشروع ده ان هو يشتغل او ان انت ايه المشاكل دي هتحلها ازاي تبقى بقى تقول اي حاجة يعني انا مش فكرة طبعا هسيب لكم الدوكمنتيشن دي في الوصف يعني وتبدأ بقى تتكلم عن معناه ان شابتر هو هيتكلم عن كذا شابتر سريح هيتكلم عن كذا شابتر فور هيتكلم يعني تبدأ تقول جملة او جملتين جنب بعض عن كل شابتر قدمة يعني ان شابتر طو هيتكلم اجينا الريفيو اف ريت ووركس ان ايموش ريجونيشن اس جيفن اوكي يعني هنقدم معلومات عن ريت ووركس اللي موجودة عن الاموش ريجونيشن فيه شابتر طو وتبدأ بقى تتكلم عن كلها تمام لو عاملك ابنكس بتجيب سيرته برضو ابنكس كذا وكذا هيتكلم عن ايه طيب شابتر طو ريت ووركس بتبدأ بقى تتكلم عن تكتب كلام وبعدين بتيجي تقول ان بتتكلم عن الريت ووركس اللي ه علاقة بال الريت ووركس اللي ه علاقة بالفيس الريت ووركس اللي ه علاقة بالفيوجن لو حد عمل فيوجن برضو اوكي وبعد ما تخلص خالص نتكتب الجملة دي طبعا ما فيش يعني لو ما كتبتهاش الورق مش هيرجع يعني بس هي حاجة منطقية انه كاد عملت تتكلم عن ان الناس دي كلها عملت حاجات انتقول بقى اس كان بي وحنا مختصارا يعني ان يعني احنا محتاجين نحسن البرفورمانس اللي موجود للشغل الحالي علشان يبقى يستخدم في الريال لايف وحنا هنعمل الموضوع ده اوكي طبعا احنا قلنا انت ممكن تعمل شطر خاص بالانتروضوكشن لحاجة معينة بتعمل يعني انا عايز احكي تفاصيل عن الرسالة نفسها وفي نفس الوقت عايز اكون عشان محدش يعني لو مش في المجال ده المعلومة توصله يعني فانت بتعمل لو محتاج تشرح بيزيكس عن عن حاجة معينة عارف ان فيها معلومات كتير الناس مش هت مش هت مش هت مش هتفهم لما تعرف المعلومات دي بتعملها في شطر الوحدة بتبدأ تعرف الهاردوير اللي ممكن يستخدم او الكمبوننت الهاردوير اللي بستخدم فيه وانا بسجل البيانات بتاعت البرين البرين اصلا اجزاء بتتكلم ايه الجزء المعين الخاص في البرين الحاجات دي طيب شكل يجي اي معلومة يعني شايف ان هي مفيدة لا علاقة بشرح العلاقة بالموضوع نفسه اكي اه طبعا يعني اه الشغل العملي برضو اه فهي ممكن تاخدها كمرجع كويس يعني ان انت تكمل بها شغلك او ان انت تعمل شغل بالستركشر ككتابة او شغل عملي يعني اه الناس عملت الموشن زب اي كزا حاجة يعني هتلاقي ان دي دي اسم المستخدامة وفي وحاجة كتير يعني دي اسم وسام بلزمنها وازاي فيه طرق ممكن تعمل اماكن الفيس او اماكن هتلاقي فيه مسكرة سينين ويولو اه عملنا شابتر خاص بس على سنوها انترودوكشن يعني او ان انت لو حد سمع اثناء الشرح حاجة اسمها RNN اصد اثناء بربوس سيستم يعني RNN او CNN بقى احنا عملنا انترودوكشن بشكل جيد هتلاقي بقى كل الحاجات السورز الإكواشنز البيزيك ترمينولوجي الاركتكتشرز الموجودة هنتكلم على اكتر من حاجات تانية غير CNN او 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 ال RNN والبروليمز بتاعته وال command deep learning framework الحاجات اللي هي بستاذ ديب learning هتلاقي كافية هتلاقي بيتور شتيانو كيراس تنسر بلو كل وليه تنسر بلو او احسن حاجة او سامبل من الشغل اللي بيتل عملت تنسف دا سامبل تانية برضو لو استادمت حاجة اسمها تسني ونعرف بيحصل ازاي المعلومات الاساسية اللي بتعرف فيه ولو احتكت في النص تعمل حاجة نعرف نعرف طرق اللي بنستخدمها عشان نعمل لوجمنتيشن صورة توضح الدنيا ما تمناش طبعا الفيديو بكونوا تول او ان انا بشرح حاجات مش انتريستد ليكو بس انا حابة ان انت تكتب شابتر خاص كل اللي انت هتستخدم دوكومنتيشن لها فورمات ثابت هو الكافر بتاعها والشابتر الاساسية هتلاقي شابتر كده اسم لو اي حد محكم بيروح داخل على شابتر بتاع بربو سيستم ففيه شابتر اساسية يعني وطبعا اكيد لو حد شاف الشغل التاني الخاص في الشابتر التانية اشفك ريالحاجات دي اه وده بقى نتكلم عنا عن البربو سيستم اللي اسمه اي جي لو انا عرفت اليموشا من خلال برين سيجنلز بابدأ اتكلم شوية ان هعمل ايه وبعدين ابدأ بقى احكي بالتفاصيل انا الخطوات اللي عملتها وشكل اللي بتعامل ازاي وازاي خدت خمسة فريمز جنبا بعض وازاي عملت الموديل وشكل الاركتيكتش العمل ازاي والتجارب بقى تجربة رقم واحد تجربة رقم واحد نتائجها عاملة كزا تجربة رقم اتنين اه او التجربة رقم واحد لو فيها اكتر من فجر عادي برضو مش مشكلة اه دير فيجرز التجربة رقم اتنين اه لو فجر عايز يشرحها وبعدين النتائج بتاعتها اه كده يعني اوكي والديسكشن لازم يكون فيه جزء خاص بالديسكشن اللي هو انت عاملت تطلع الاركام انت عايز تقول ايه فتبدأ وتتكلم هنا في الديسكشن ان طريقتنا طلعت نتائج كويسة عشان ونبدأ نقارن شغلنا بالناس التانية والحاجات دي وده ايه سامبلز من المقارنة اللي هي على هيئة فيجر على هيئة مقارنة يعني مثلا شغلك طلع نتائج كزا الناس اللي قبل كده عملت كزا في الفلنس وفي الاروزل طبعا بفرض ان احنا فاهمين ايه الفلنس والاروزل مش حابة ان انا ايه ازعيكو الفيس بيزد ايموشن تتكلم بقى على لو انت عملت خاصة بالموشن بتتكلم عنها شوية والدنيا ماشي زي عملت كزا وبعدين كزا استخدمت ايه ده شكل الفرين بتاعك عملت انت ايه واخدت الفيديو عملت منه كزا 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 طلعت الانبوت ده كده بكون الانبوت بس من الفيديو يعني باخد خمسة فريمز مع بعض وحطهم كايه كفيديو كماتريكس يعني الصورة عندك الاصلية عملت فيها عملت لها فليب عملت لها برايتنس عملت لها كالر تي ناس تقول لك اعمل روتيتو ترانسليتو الحاجات براحتك عادي اي طريقة اجمنتيشن المسكر سي ان لما بيدخلوا الصورة بيطلع حاجة زي كده اللون احمر يعني حوالين الحاجات باخد ده الواحده بطلع بقى بعد كده الريجون بتاع الفيس بس اللي انا مش مهتمية يعني كده ده مش هيفيدني في اليموشن فباخد ايه الفيس بس واكذا ممكن تحتاج تنفذ ممكن تحتاج تعمل اي حاجة انت عملتها بتعملها كأكسبرمنت ودي النتائج والمقارنات يعني كل حاجة بتكتبها وطبعا يا سلام لو عملت الاجوريزم يعني لو عملت الدني على الاجوريزم اللي هو انا مش فاكرة بس لو انت عملت انت عايز تعمل ايه عملتها علاية خطوات ان انا بيبقى داخل لي كذا بصلا بلوب على كذا بعدين بيطلع لي كذا ولو عايز تشرح حاجة بتعملها علاية كومنت دي حاجة كويس طبعا بعدين بقى اتقارم مع الناس التاني البروبوس سيستم طلع نتائج ايه والناس اللي قبل كذا طلعت ايه فانت كنت احسن واحد في الايه وقال انت بدأت تقول ليه ليه انت شايف من وجهة نظرك النتائجك انت احسن حاجة طيب بحكا الفيوجن وهكاس يعني مش حابة ان انا طول بمفروض الفيوجن برضو ده نفس الفكرة بتتكلم الفيوجن ايه عادة ما الدكومنتشن بتكون ما بتقلش عن مية صفحة يعني اصلا مية وخمسين متين لو انت ماجستر ودكتوراه يعني فكرة ان هي تكون تمانين والحاجات دي صعبة لو انت ماجستر ودكتوراه قال حاجة مية وخمسين متين ده ما عايز تعمل دكومنتشن لها قيمة يعني اي حاجة حابب تشرحها بتقولها اوكي بعدها يتفجر وتحول بقى تنوع بين الفيجر زي ما انا قلت بدل ما تعمل بورز بس ممكن تعمل اللي هي اللايينز دي برضو شابتر تاني لسن احنا عملنا شغلة تاني خاصة بالريجريشن مش رح يعني وليه هنحتاجوا والناس اصلا يعني وبعد كده نتائج اللي هتقابلنا هتجون بتعمل سيكشن خاصة بالكونجوجن وسيكشن خاصة بالفيتشابوك تتكلم بقى عن ما تتكلمش بقى عن المشكلة نفسها اللي هو احنا مشكلتنا ايه لا الشغل بتاعنا عمل كذا باستخدام كذا واستخدام كذا واستخدام كذا تقول لو انت عملت لات الشغل يعني وبعدين تقول مثلا يعني احنا في حاجات اساسية او حاجات معينة حصل لها كنتروبيوشن فيه سألنا مثلا اوبن سيفين مع المسكرا سيفين مع الاسكن وكررنا طلع مش عارفة مين احسن وبعد كذا اسمه هل انت شايف لو انت الشغل بتاعك ده كان مجلسير وعايز تكمل عليك او حد عايز يكمل بعدك ممكن يبص عليه بص على انا شايف مثلا لو انا اخترت ده تعملين ايه ايجي مع فايس لو عملت كوبايننج مور افشي افكتف ايموشن موالس كود امبروف زي كونيش لو عملت بادي لانجوش او حاجة اه الريفرنس بقى ده سيكشن ما بكتبش قبله كلمة شابتر بتكتب كله كابتل واحد حاجات اتنين حاجات وبقى فيه مسافة بين الداو ده السطور نفسها ما فيهش بينها مسافة لكن ما بين ده ده فيه مسافة الريفرنس تكتب بشكل معين يفضل كل الريفرنس تكتب بنفس الشكل يعني مثلا اسم الاسم اسم البيبر فيها ايه بعدين الجورنل وبعدين البيبر والفوق ومعدين السنة هتكينا برضو اسم اسم البيبر بعدين اسم الجورنل بعدين السنة يعني ممكن ما كتبناش البيبر لانها معلومة كانت غير متاحة ولا حاجة بس هو لازم كده يعني مثلا هنا اهي طيب اهي دي طبعا كلها ريفرنس اخر جزء بها في الريفرنس في ال الابيندكس مش عفا طول اوي متين ريفرنس اوكي الابيندكس صفحة كلمة صفحة لوحدها بعدين ابيندكس وان اللي هو بتتكلم على ال و بتتكلم عن دي اديه شكل ل الموقع بتاعنا بتاع بتاع اسمها كده يعني وبعدين بنستخدمها ازاي ويا جواها كم سامبل هنا بقى بيقولك كم سامبل موجودة وكل سامبل نترجم يعني اربعين في اربعين في كذا وانا عندي كامة وشكل خارجة باللشان عاملة ازاي وهل في حصلها لا هي عامل لها اي حاجة ودي شكل ايه دي اسامي يعني ايه الرقم واحد موجودة في المكان الاسمه رقم عشر موجودة في وطبعا المفروض نبقى شرحين فوق يعني ده كده جوه يعني ايه بقى كان كلمة ليه فش ان اشرح يعني والحاجات دي وار سكوير بعد كده بقى سيكشن تالت خاص اللي هو انت نشرت واحد اثنين اوكي الحاجة بقى الاخيرة ان انت يعني البيبر الاولنية يعني كل بيبر بتكتبها بعد ما اتنشرت طبعا ده اثبت انها هاتنشرت انها موجودة هنا موجودة في البتاع ده موجودة في جورنال مكتوبة فوق البيبر نفسها بتحطها بعد ما تخلط تحط البيبر اللي بعدها والجديد بقى ان انت بعد ما بتخلص دي البيبر التانية طبعا هي بتتنشر وبعدين انت بتنقش او يعني فمتاح معاك البيبر نفسها موجودة على المكان الجورنال يعني اهي ودي شكل البيبر اه نعمل دون 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 كده طيب دي كلها بالعربي يفضل ان احنا نعمل بالعربي سوري بالانجلش اللي فوق نعمل بالعربي في صفحة او اتنين اوكي يعني مثلا نكتب كده تؤثر عاطفنا على كل جانب من جواب حياتنا كيف نتعلم كيف وبالتالي احنا لازم نتعرف على الكمبيوتر الكمبيوتر مش عارف هتعرف على الاعمال الحديثة بتعرف على عواطف مش عارف ايه كذا كذا اوكي طيب عايزين الهدف يعني دي كده الاتنين دول للمشكلة بعدين بقى احنا عايزين نحل المشكلة بطريقة كذا وكذا للوصول الهدف الرئيسي من الرسالة المقدمة تم بناء ثلاثة انظمة مختلف النظام الاول خاصة بالتعرف على صوت مخلال اشارة الدماغ والتاني ثانيا تم بناء نظام خاص بالتعرف على تعبارات من خلال دمج تعبارات الوج بعدين اما نظام خاص بالتفادي من الخصوص المشترك من تفادي دماغ تعبارات الوج بتبدأ بقى بتشرحها بس بالعرب بعدين بتعمل كفر بالعرب مخطط بتعرف ايه اسم كذا اسمها كل حاجة بترجم تاني لجمة الفحص بس اتعملها بالمقلوب بقى يعني ازاي بقى اول يعني اخر صفحة هي الكفر بعدين الاقرار بعدين لجمة الفحص اوكي او عادي يعني ممكن بس اهم حاجة اول واحدة هي الكفر دي الكفر اللي هو مكتوب فوق بالانجليزي هو الكفر ده اللي هو اسامة المشرفين بعدين بتكتب لجمة الفحص بعدين الاقراف يعني هو هنا متشالب بس ده الجديد يعني انت في حاجة بتعملها بالعربي في الاخر الرسالة لو حد عايز يقر بسرعة يعني يشوف الموضوع بتكلمها لإيه فالرسالة بيكون فيها كفر بالعربي تاول الف كونتينت لست اوف فيجرز لست اوف تاولز ابريفيفيشن ابستراكت اكنولوجمنت الشباتر كلها بعدين ابيندكس بعدين البيبرز بالانجليزي اللي هي البيبر كونتينت نفسه وبعدين نشرح الدنيا بربطة بالعربي البستراكت او ملخص وبعدين الكفر والكفر بيتكون من كفر المشرفين وكفر المحاكمين والإقراف خلاص كده ده الدوكمنتيشن الخاصة بكلية بتاعتنا طبعا لو انت كلية تانية بتغير اسم الجامعة بتغير اسم الكلية بتشوف انت ادرج الدكتورايب ادرج في الدكتورايب او في ايه او في المجستير ده الاقرار بالعربي كرة انا بعض العاملة بسبب قبل لأي درجة علمية وليس بقدمة الحصول على درجة علمية اخرى كما انه تم اسم نت كل ما مكتوس في زيلا المصدر الاصلي مع ذكر المصدر بوضوح تام انت لو استخدم شغل اي حد انت تظهر الحاجة دي بشكل ايه تاك اوكي دي كانت في حالة ان في حد حابب يستفاد او يعرف شكلها عمل ازاي والعناصر الاسيال اللي فيها و ده شكلها يعني اوكي او شكرا اشتركوا في القناة